من الخطوة الأخيرة التي اتخذها الرئيس فلودمير زيلنسكي حول فرض عقوبات على مائة واثنتين وثمانين شركة إلى أي مدى برأيكم هذه الخطوة ستأتي بثمارها المرجوة أوكرانيا؟ طبعا هذه الخطوة ستأتي بثمارها على مراحل وكذلك الأمل هو تجميد أي نشاط للطرف الروسي الذي يستعمل ذراع الاقتصادي وذراع الإنساني الثقافي وحتى الديني كما تعرفون بخصوص تجميد وكذلك محاصرة وتقييد نشاط الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لموسكو فقط هذا مثال إذن ما يعتبر الذراع الاقتصادي الذي حسب التقييم الأوكراني وتقييم المؤسسات الأمنية لأنها تستعمل من أجل تأجيج والترويج للمصالح الروسية وكذلك للبروبغاندا الروسية نقصد هنا الإعلام نقصد هنا رجال الأعمال نقصد هنا أي مشات اقتصادي في طابع تقافي كذلك اجتماعي لا يهم يعني سيجعل موسكو تتمكن نوعا ما من إدارة مصالحها ولذلك هذا التجميد يعني هو سيكون مرحل لأنني أتوقع أن الموجة موجة تجميد كذلك فرض العقوبات ستطال الكثير من المؤسسات وكذلك المواطنين الذين يتواجدون سواء على الأراضي الأوكرانية أو خارج الأراضي الأوكرانية سيد أوراق ولكن الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسكي تحدث عن سنوات طويلة تحدث عن عشر سنوات لكي تجني هذه الخطوة ثمارها برأيكم إلى أي مدى ستشكل نقطة فارقة في المعادلة العسكرية على الأرض وفي الضغط على روسيا طبعا نتفهم بأن الدولة الأوكرانية تأخذ الإحتياط الزمنية ربما هذه الحرب ستكون طويلة المدى نفهم من هذا التصريح ومن هذه الحيذية أن الدولة الأوكرانية والحلاف الأوكرانيون يتفهمون بأن هذه الحرب لن تنتهي خلال غضون أشهر أو سنة أو سنتين تكون أطول ولذلك هذه الفطرة الزمنية تكشف العمق في الأزمة الأزمة في الأمن الأوروبي في الأمن الدولي فأظن أنها ستأتي بثمارها على مرحب ولكن من سيفصل طبعا في هذه المسألة هي من سينتصر في هذه المعركة أو في عملية حربية ولكن اتخاذ الإجراءات في تجميد وفرض العقوبات طبعا هذه إجرائية واجبة وحتمية انتلاقا من المصالح الدولة الأوكرانية نحن هكذا نتوقع في الأوكرانية سيد أوراك في ملف آخر مستشار للرئيس الأوكراني تحدث عن وجود محادثات عاجلة جارية ما بين كييف وحلفائها بشأن طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى روسيا تقول أن هذه الخطوة من الممكن أن تؤجج هذا الصراع وأيضا توسع دائرة الأطراف أطراف الصراع طبعا روسيا منذ البداية حتى أنها عندما تم تقديم حتى الأسلحة المحمولة يعني السواريخ مثلا جابلين وكذلكين لو كان هذا الخطاب وارد أنها خطوط حمراء ولكن نحن تعدين ذلك وثم الآن أتدور كما تعرفون الدبابات التقيدة يعني من لطارد وشالنج وأبرامس فذلك روسيا قبل ذلك تقول أن هذه نقطة أو خط أحمر أظن طبعا الروس يتفهمون بأنهم أصبحوا في حالة مجابهة مباشرة مع حلف الشمال الأطلسي وهذا واضح وجاء هذا التصريح حتى على لسان مسؤولين رفع المستوى في البيت الأطلسي ولذلك أظن أن على الروس نتفاهم أن الغرب لن يسلم أوكرانيا على طبق من ذهب لموسكو يجب أن نتفاهم بأن خسارة ولكن هذا الإصرار سيد أوراق الأوكراني على الحصول على هذه المعدات العسكرية الغربية برأيكم إلى أي مدى من الممكن أن يغير المعادلة العسكرية على الأرض اليوم أظن أن هذا سيغير إلى أي مدى سيد أوراق؟ إلى تلك النقطة عندما يفكر الروس في استعمال السلاح النووي التكتيفي أو الاستراتيجي يعني عندما كما ذكرتم بخصوص الصواريخ الطويلة المدى التي ستطال العمق الروسي وقد حصل ذلك مراراً كما تعرفون بخصوص قصف مطار أنجلز في العمق الروسي وكذلك نحن نتوقع أن الغرب كذلك سيذهب إلى تقديم الطائرات F-16 وهذا جاء هذا الخبر صباح اليوم ونقل عبر الإعلام الأوكراني لأن تقديم الدبابات الثقيلة إلى الجبهة يجب أن تكون تغطية جوية كذلك لهذه الدبابات وكذلك للمعدات مثل المدفعية التي ستقدم كذلك فالطغط الجوية بF-16 والمدافع أو بالسواريخ الطويلة المدى هذا يعني أنها جبهة متكاملة ومقادرة على مجابهة روسيا دون استعمال ما يعرض السلاح النوعي النوي إذن هذا سيغير طبعاً وأردت أن أقول بأن الجند والضابط الأوكراني أصبح بكفاءة عالية بمجرد أولاً أن العنصر الأوكراني حقيقة برهن أنه يستطيع أن يقاوم التقدم والترسنة الروسية ولكن إذا تم تقديم كذلك وتجهيز هذا الجندي الذي أصبح بكفاءة وتجربة بسلاح غربي نوعي هذا تعتبر كذلك ضربة مهمة وقوية ستجعل الروس الروسية تفهمون ذلك لأن الجند الأوكراني هو مخرج المدرسة السوفياتية وخاصة الضباط والقواء الذين يقومون بالتخطيط ويفهمون كيف يفكر الروس كما ذكرت أنهم كانوا بالأمس يدرسونها بنفس المدرسة إضافة لذلك أن الدعم الغربي بالسلاح النوعي هذا سيكون تحدياً لروسيا